هذه المعركة بدأت وتجري اليوم هي بنفس الأدوات التي جرت في معارك سابقة بل ربما أضيفت لها أدوات أخرى يعني قوام هذه المعركة الحقيقية المهاجبة للموصل طبعا هي نفس القوات التي هاجمت الأنبار عموما يعني منها الفلوجة والرمادي ومن قبلها في صلاح الدين في تيكريت وبيجي ومن قبلها في البداية أديالة ثم أيضا محيط بغداد هذه الميليشيات التي قامت أو تقوم اليوم بهذه المعركة قد قامت سابقا بمجازر فضيعة وانتهاكات شديدة جدا تلك الانتهاكات ليس فقط تسربت إلى الإعلام بل تبجح بها زعماء هذه الميليشيات وكانوا يفاخرون بوجودها وهم يعلنونها ويصورونها وينشرونها نشرا في وسائلهم الرسمية وغير الرسمية هذه المعركة اليوم أيضا تجري بنفس ذلك السياق يعني سبق هذه المعركة توعد من قبل قادة الميليشيات لأهل المدينة وصفوهم بأنهم إرهابيون جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم وجنسهم وعمارهم وصفوا هذه المعركة بأنها حرب انتقامية وأنها ممهدة لما سماها أحد قادتهم الذي سمها دولة العدل الإلهي أو غير ذلك يعني إلى الآن الميليشيات اليزيدية التي أنشئت بعد دخول تنظيم الدولة إلى الموصل وتوسعهم إلى سنجاري وغيرها جرى إعداد بعض أو تنظيم بعض الشباب لكن الإعلام إلى الآن لم يتسرب له ولم يركز على أعداد حقيقية لهذه الميليشيات ذكر فيه ربما قبل أشهر عديدة عندما دخلت هذه القوات بمساعدة البيش مرقة وغيرهم وبمساعدة بعض الحجر المنطقة العشائرية إلى سنجاري وغيرها ذكر هناك أو ذكر الإعلام هناك لكن على خجل وقوع بعض الانتهاكات والانتقام من أهالي بتلك القرى ويعني هذه الانتقامات حينما تجري من قبل هؤلاء نرىها مشابهة لما اتهم به أولا تنظيم الدولة سابقا ثانيا لما يقوم به أيضا الحشد في مناطق أخرى وهو انتقام من الأهالي من المدنيين من النساء من الأطفال قتل اعتقالات بتهمة الانتماء لداعش أو بتهمة أنهم كانوا حاضنة لداعش وإيضا رأينا تهديما للبيوت وسلم لبعض الأموال الأعداد غير معروفة إلى الآن ولكنها متنامية ولا سيما أن هناك دعم دولي لهذه الميليشيات وهم طبعا يقاتلون بدعوة استرداد المناطق والقرى التي هي تحت اليوم تحت سيطرة تنظيم الدولة وإيضا كما قلت هم أعلنوا أنه يريدون الانتقام لأهلهم لأهلهم الذين وقعت عليهم ما وقعت من انتهاكات كما يقولون لكن هؤلاء لهم موجود ولهم اعتراف من قبل الحكومة ولهم تنسيق مع الحكومة المركزية والأهم من هذا أنه لهم اعتراف أو دعم دولي من قبل التحالف الدولي ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب يعني أولا المدنيين الباقين الآن في المدينة تقدرهم الأمم المتحدة بأنهم مليون إلى مليون وربع مدني في هذه المدينة مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق كما هو معروف يعني عدد السكانها يتجاوز الثلاثة ملايين لا يوجد إحصاء حقيقة في العراق كما تعلم لأنه آخر إحصائية قبل الاحتلال أما من الاحتلال إلى الآن لا يوجد أي إحصائية لعدد السكان لكن التقديرات الموجودين الآن بين المليون والمليون ربع في هذه المدينة الذين استطاعوا الخروج من المدينة أعداد قليلة جدا إلى الآن والذي يتوقع أن يخرجوا يتوقع كما تقول الأمم المتحدة أنهم بحدود المليون متوقع أنه يخرج من هذه المدينة لكن الاستعدادات لاستيعاب هؤلاء النازحين المتوقع إلى الآن ضعيفة منسقية أو مسؤولة منسقية نعم شؤون اللاجئين في العراق قالت أنه قمنا بإقامة ستة مواقع لإيماء اللازحين القدرة الاستيعابية لهذه المواقع الستة ستين ألف شخص ستين ألف متوقع نزوح مليون يعني بحاصل معادلة رياضية بسيطة يعني ستة بالمئة فقط القدرة الاستيعابية لهذه المخيمات إذن الاستعدادات ضعيفة أضعف بكثير من الواقع ومن المتوقع حتى يعني الأمم المتحدة ربما قد تتوقع نقول عدد وتستعد له لكن الآن المشكلة أنه هي تتوقع المليون ولم تستعد لهذا المليون إلا بستين ألف يعني ستة في المئة فالسؤال الآن البارز والمهم أين أو ماذا سيكون مصير هؤلاء الأربعة وتسعين بالمئة البقية أين سيذهبون هل ستكون يكون مصيرهم الصحراء كما حصل في مناطق أخرى أم ماذا إلى الآن القضية المجهولة يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة